بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم بذعة مذنومة منتشرة بين الناس أنا لازم أسيل دم يعني يفتح محلا تجاريا جديدا أو يشتري سيارة فيظن أنه إذا دبح دبح شيئا أمام هذه السيارة أو هذا المحل وربما يلطخ هذه السيارة أو هذا المحل بالدم فيظن أن ذلك أعمل صالح ويفعل ذلك ضرءا للحسد أو ردا أو ضرءا للعين أو ربما يظن أن هذه الزبيحة ستحفظ هذا المحل أو هذه السيارة هذا خطأ كبير و هذه بدعة مزموعة وليس لها أصنف السنة وهي شيركم بالله سبحانه وتعالى لأنك تظن لأن الرسول السلام لم يسن لذلك العقيقة تسن في الطفل الرضي الذي يولد فقط لكن لا تسن أبدا عند فتح محل تجالي أو عند الشراء السيارة لم يسن الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح عند هذا بعض علماء قال يجوز فعل ذلك ولكن بعض الناس يطبح أم من محل أو أم السيارة بعض علماء أجاء ذلك ولكن في السر شكر لله سبحانه وتعالى لضرع الحسد أو ضرع العين أو أنه يحمي هذه السيارة أو يحمي هذا المحل من الجن أو يفعل ذلك حفظا لهذا المحل أو حفظا لهذه السيارة هذه بدعة مزمونة يشيركم بالله سبحانه وتعالى لأنك تظن أن هذا الشيء هو الذي يحفظه كما الذي يعلق تميمة أو كالذي يعلق آية الكرسي أو يلبس سلسلة فيها آية الكرسي أو كالذي يلبس يعلق تميمة ورسول صلى الله عليه وسلم قال لمن علق تميمة فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فلا أتم الله له فلا تعلق تميمة في سيارتك أو على باب بيتك يجب أن يكون خرص زرقاء لدفع العين أو كل هذا شيركم بالله فزبح الزبيحة أمام المحل أو أمام السيارة أو تلطيخ الدم وهذه بدعة مزلومة لا أصلا شكر الله سبحانه وتعالى ولم يرد أن رسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ولا التبعين هنا أحدا منهم كان يذبح عند فتح محل أو شراء سيارة أو أي شيء جديد أن يذبح زبيحة هذه بدعة فكان يجب أن ننوه هذا ولو تعرف لك جار أو صديق أو أخ أو يفعل ذلك أو سيفعل ذلك يجب عليك أن تنبه حتى لا يضيع ماله هباء حتى لا يضيع ماله هباء ويأخذ اسما كبيرا بعض الناس يفعل العمل ظن منه أنه عمل صالح ويضيع ماله ولا يعرف أنه يأسم يخسر ماله يأسم فأقول قولي هذا استغفر الله لي لك أكتب لكم حكم ده تحت الفيديو نسخون شئون شهاد العلمي في طباب عظيم أن أعلم علما في أنه أجرم عامل بي يوم القيامة لا ينقر ذلك من قريم شيء لا تنسوا تفعيل الجرس واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وساعدوني عن نشط السنة ويقول قولي هذا استغفر الله لي ولم اشتركوا في القناة